لا تستغرب إذا صادفك شاب قادم من مدينة غابو يحدث صديقا له من مواليد جوغي الزمال عن ضرورة زيارة زميل لهما في العمل عائد من إجازة من مسقط رأسه بودي أهل الشهب ففي هذه المدينة المنجمية يعد التعايش السلمي أسلوب حياة والوحدة الوطنية مبدأا لا تنازل عنه الوحدة الوطنية بنسمنا خط أحمر بهذه الأشكال وعناصر المجتمع متعايشة كاملة في المدينة نوكلوا في نفس القداح نشبروا في نفس القداح أخوت وأحباب وكلنا يكبال مرحونا عند الاخر متعايشين مام بين الامور الأخر اللي العقوالي ها واحدين اللي قدولها أنا جو سيد بابي أصلا واحد من هالبابي ما فريما واركا آني من هالزويرات سريوزما واركا آني من هالزويرات فأصحابي كامل من هالزويرات أنا كامل مسلمين سمعت وياك سيساسك امبرتان ومالي مولانا مالي قال مالي إنما المؤمنون إخوة فأصله بين أخويكم هنا لا مكان للأياد العابذة بالاستقرار والسكينة العامة فالاختلاف ليس مدعاة للخلاف في ظل دولة المواطنة المبنية على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أنا من هالبوغي جينا هون ترك ما عندنا شو لا نعطلوشي لين كبرنا وعدلنا خيمة هوناتيا وكبرنا هون وجبرنا مصالحنا كامل هوناتيا في الدشرة دونك نختاروا قود الآفية لين نقود آفية ما وخالق في الموري تاني ما نجد نجبروشي أنا كامل خوت أنا كامل خلاقه بليد أنا كامل مسلمين يالله نتعاونه هذا كامل لا يخسر وطننا ما نقابلينه جيت لزولات عام 2005 وني جيت سكنت فيها اليوم إلى هذا نين جيت هنا الحقيقة نجبرت حقيقة هذي المدينة قد نطلق عليها موريتاني مسقرة جيت شوت فيها جميع الشرايح الموريتانية ساكنة بلاصة واحدة تساقرة بلاصة واحدة متعايشة بمكان واحد نين تشوف جماعة من الشباب اللي تشوفها ناشية بلاصة واحدة تشوفها من جميع الشرايح الموريتانية بالمؤسسات الناس مشتركة بالعمل المشتركة بالحياة اليومية مشتركة مجال رياضي مشتركة يعني أن حقيقة مدينة ينطلق عليها موريتانيا مستقرة على مر العقود الماضية خيط النسيج الاجتماعي في موريتانيا بأياد وطنية صرفة ما جعله متينا في وجه كل محاولة للمساس به تالي صادق قناة الموريتانية مدينة زوارات